على صعيد آخر بدأت روسيا أمس اختبار الروبل الرقمي الجديد مع المستهلكين على أمل أن تساعدها تكنولوجيا سلاسل الكتل بلوكتشين في الالتفاف على العقوبات وتشديد الرقابة على مواطنها وتأتي مرحلة الاختبار فيما بلغ الروبل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ مارس 2022 وبالرغم من أن موسكو كانت تفكر في إطلاق عملة رقمية منذ سنوات إلى أن تطوير الروبل الرقمي عمليا بدأ بعدما منعت العقوبات الغربية روسيا من الوصول إلى أجزاء من النظام المصرفي العالمي من بيروت نتابع توضيحات المحل الاقتصادي والمالي أنتوان فرح حاوره الزملاء في إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية مديا الروسية بدأت بالاتجاه نحو العملة الرقمية منذ فترة والتجارب الأولية أجرتها قبل أشهر أجرتها مع مجموعة من المصارف الروسية كما أنها أجرت اختبارات للمنصة التي سوف تدير العملة الرقمية الجديدة وهي بالنتيجة عملة الروبل وهي تختلف عن العملات الرقمية الأخرى لأن لها مرجعية مرجعيتها الوحيدة هي المصرف المركزي الروسي هذا هو الفرق بينها وبين العملات الرقمية الأخرى كما أن قيمة الروبل الرقمية هي نفسها قيمة الروبل الورقي طبعا هذه الإجراءات الهدف الأساسي منها هي التفلط من الحصار والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والغرب على روسيا ويبدو أن روسيا استوحت هذا الأمر من خلال ما فعله بعض الأفراد الروس عندما ذهبوا إلى العملات الرقمية كملاز آمن كما أن المنصات التي تعمل بالأولاد الرقمية المشفرة كانت في معظمها تعود إلى الولايات المتحدة والغرب وبالتالي هذه المنصات عمدت إلى تجميد الحسابات الرقمية لأفراد روس فردت عليهم عقوبات بتقدير أن هذا الاتجاه سوف يساعد الروس على التملص جزئيا من الحصار والعقوبات خصوصاً أن الصين والشركاء التجاريين في روسيا سوف يتجاوبون مع هذا الموضوع وسيساعدون في التعامل بالروبل الرقمي